أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب معاذ بن جبل وكان في الثالثة والعشرين من عمره ففهم معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكلفه بأمر مهم السلام عليك يا رسول الله رد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا معاذ إني مرسلك إلى اليمن لتفقها أهلها في الدين وليسلم على يديك جيل جديد من شبابها فقل لي كيف ستقضي بينهم؟ أقضي بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد فبرأيي واجتهادي قال الرسول الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله يا معاذ إني أحبك فلا تنسى أن تقول بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أضاف رسول الله يا معاذ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اعلم أنك ربما تذهب إلى اليمن فتعود العام القادم فلا تجدني بكى معه وخشي أن يكون هذا هو آخر لقاء له برسول الله ولكنه لم يستطع أن يتخلى عن المسؤولية التي كلفه بها الرسول الكريم فنفذ وصيته وسافر إلى اليمن يدعو إلى دين الله أسلم على يد معاذ بن جبل كثير من شباب اليمن كان من أشهرهم أبو مسلم الخولاني الذي توتدت صداقته بمعاف وكان يلتقي به كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد الذي بناه هناك علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا مسلم كيف أصبحت يا صاحبي؟ أصبحت أشهد الله أني أحبك في الله أبشر يا أبا مسلم فإني سمعت رسول الله يقول ينصب حول عرش الرحمن يوم القيامة منابر من نور عليها قوم وجوههم نور ولباسهم نور ليسوا بأنبياء ولا أولياء يسأل الناس من هؤلاء فيقال إنهم أحباء في الله ويقول الله وجبت محبتي في المتحابين فيه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلنا منهم أتذكر يا أبا مسلم حديث رسول الله الذي علمتك إياه في أول لقاء لنا نعم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لا تنسه أبدا سيكون منهاجك بعد أن أتركك وأعود للمدينة المنورة هل ستتركني يا صديقي؟ اشتد المرض على رسول الله وأخشى أن يتوفاه الله ولم أرى قال لي قبل سفري ربما تعود العام القادم فلا تجدني وددت أن أسافر معك يا معاذ وألتقي برسول الله لا يا أبا مسلم ستكون أنت مكاني هنا في اليمن ستكون مسؤولا عن مواصلة ما بدأنا مات رسول الله ولم يلحق بي صديقي معاذ وصل المدينة بعد أن دفن الرسول صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الخليفة أبا بكر الصديق جهز جيشا كبيرا لمحاربة مسيلام الكذاب مدعي النبوة في اليمامة نعم ولهذا لن يستطيع أن يرسل لنا جيشا لمحاربة الأسود العنسي الذي يدعي النبوة هنا في اليمن المشكلة أن العنسي يزيد أتباعه يوما بعد يوم استخدم السحر والشعوذة ويعرف به ما أخبار الناس فيخدعه ويفهمهم أنه يعلم الغيب فكاثر المرتدون والخوف أن يضيع الإسلام في بلادنا لا والله لن يضيع الإسلام ونحن أحياء ونحن مسؤولون ألم تسمعوا قول رسول الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وماذا يمكن أن نفعل بدون جيش أو مال أو نفوذ؟ نحن نملك ديننا وإيماننا وهل دخلنا الإسلام بسبب جيش أو مال أو نفوذ؟ فيما تفكر يا أبا مسلم؟ نبعث خلف الأسود العنسي ونعرف ماذا يقول للناس ثم ندخل من بعده كل قرية دخلها ونفند أكاذيبه ونثبت للناس أنه ليس نبياً وإنما يريد أن يردهم عن دين الله أيها الناس محمد آخذ منكم أموالكم بعد أن دخلتم في دينه وقال لكم إنها زكاة أما أنا فلن أخذ منكم شيئاً بل سأعطيكم من مالي حتى تعرفوا أنني نبي الله إليكم الإسلام فرد الزكاة ليأخذ من الغني ويعطي الفقير رسول الله لم يأخذ شيئاً لنفسه بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة ليهودي محمد فرد عليكم الصلاة والصيام بما فيهما من تعب ومشقة وأنا لن أكلفكم بأي شيء من هذا إذا تركتم الإسلام ودخلتم في ديني صلاتكم وصيامكم هما دليل إيمانكم وإيمانكم هو سلاحكم الذي تنتصرون به في الدنيا وتأمنون به في الآخرة محمد كذب عليكم وأفهمكم أن هناك جنة ونار فأين هي الجنة وأين النار كذب الأسود العنسي فلا دين بلا حساب والجنة والنار دليل الحساب فمن أمن العقاب أساء الأدب ومن أمن الحساب طغى في الأرض وأفسد فيها يبحث عننا الأسود العنسي منذ عدة أشهر ليقبض علينا لأننا نجحنا في تقليص عدد أتباعه في اليمن وتمسك كثيرون من المسلمين بدينهم لن يتركنا قبل أن يمسك بنا كيف يمسك بنا ونحن نفر من قرية إلى قرية ومن جبل إلى جبل وإلى نتى سنظل هاربين مختبئين نحن لا نهرب نحن نتحمل مسؤوليتنا في الحفاظ على الإسلام داخل اليمن بلا مال ولا جيش ولا عتاد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أرسل إلينا العنسي أننا إذا استسلمنا له فسيعفو عنه وسيعطينا من المال ما نشاء ألم تسمعوا قول رسول الله والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الدين أو أهلك دونه ما تركته أبدا بعد ستة أشهر استطاع الأسود العنسي أن يقبض على أبي مسلم الخولاني وأعد له بنيانا ضخما من النار ليلقيه فيه أمام أعين الناس حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل هل تشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم أشهد أن محمدا رسول الله وهل تشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع هل تشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم أشهد وهل تشهد أني رسول الله؟ أنا أصم لا أسمع إذن ألقوه في النار أشهد أن النار لا تحرق إلا بأمر الله وأن السكين لا تذبح إلا بأمر الله وأن الماء لا يغرق إلا بأمر الله يا سيدنا هذا الرجل لو ألقي في النار ولم تحرق لعرف الناس أنه على حق ونحن على باطل ماذا؟ ولو أحرقت ربما ثار الناس علينا من فرط إعجابهم بشجاعته وثباته تعني أننا خاسرون في الحالتين وما الحل؟ أرى أن نطرده من البلاد بدلا من حرقه وبذلك نتخلص منه دون أن نقلب الناس علينا نعم وأنا أرى الرأي نفسه أيها الحراس أطلقوا صراحة أبي مسلم لقد أمرني ربي أن أرحمه من النار وأن أنفيه خارج البلاد لأقي العباد شرة الحمد لله رب العالمين أدرك أبو مسلم أن الله قد نجاه من النار وفهم الناس أنه على حق وإيمان وأن العنسي قد خاف منه وما كان لنبي أن يخاف فتأكدوا من كذب العنسي ودخلوا في الإسلام خرج أبو مسلم من اليمن إلى المدينة المنورة وكان أول من استقبله هناك هو صديقه معاذ بن جبي مرحبا بصديق البطل أوحشتان يا معاذ وأنت أيضا يا أبا مسلم أهل المدينة كلها سمعوا عنك ويريدون أن يرواك لقد كنت سببا في أن يثور أهل اليمن على العنسي بعد أن أثبت لهم أنه كاذب ومدع وليس نبيا الحمد لله رب العالمين لقد فعلت بمفردك ما فعله جيش بأكمله وجنبتنا قتال العنسي في اليمن كما قاتلنا مسلمة الكذاب في اليمامة واستشهد منا في المعركة ثلاثمائة من حفظة القرآن أنت الذي علمتني معنى المسئولية يا معاذ أتظنون يا أصحاب رسول الله أن تسبقونه؟ والله لن نصابق أنكم إلى رسول الله حتى نلقاه يوم القيامة فيفرح بنا كما فرح بكم تعال معي إلى عمر بن الخطاب لقد سمع عن بطولاتك في اليمن وعرف أنك وقفت أمام عدو الله العنسي فنجاك الله من النار كما نجى خليله إبراهيم عليه السلام والله إني أشتاق لرؤية عمر وأبو بكر الصديق يريد أيضا أن يراك هيا لتحكي له كيف قتل العنسي على يد أصحابه مخافة الفتنة فدخل أهل اليمن كلهم في الإسلام